كما هو الحال في الأساطير الرافذية وسفر التكمين الثوراتي فإن القرآن يقرر بأنه في البدء لم يكن سوى الله والماء وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيامه وكان عرشه على الماء ليبلوكم قال نبي الإسلام محمد كما في صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن عند المسلمين كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وفي حديث صححه الهيثمي والأرنؤوت سئل محمد أنبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلك من ماء وكما تم قصط الماء إلى قسمين صارات السماء والأرض كما جاء في الأساطير الرافذية وفي التوراة فكذلك يقول القرآن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وكما أن السماء كانت قسما من الماء رفع الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقد استغرف خلق الأرض وطنظيمها أربعة أيام من أيام الخلق الستة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وكما أن مردوه بعد أن خلق السماء والأرض التفت إلى خلق الأجرام المضيئة وخلق الشمس والقمر وجعله حلية وزينة فكذلك القرآن يقول بعد الانتهاء من خلق السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيننا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وكما استراح مردوخ في قصره وجلس على عرشه أمام بقية الآلهة التي احتفلت به كما ورد في اللوح السابع من ملحمة التكوين البابهية وكما أن الربة الرواية التوراةية استراحة اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل فكذلك الله في القرآن يستوي على العرش في اليوم السابع هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هذا ما قالت الأساطير عن خلق الكون فماذا يقول العلم اليوم؟ منذ أن أزاح كوبرنيكوس الأرض من مركز الكون في القرن الخامس عشر الميلادي بدأت تتغيى تدريجيا نظرة الإنسان إلى الكون لتصل في عصرنا الحالي إلى انقلاب شامل يتصلم كنيا مع اعتقادات القدوار وأساطير الشعوب فأسطورة خلق الكون كما ترد في القرآن تجعلنا الأرض جزءا مثوريا من الكون يصابل السماوات ويتطلب خلقه أربعة أيام من الأيام الستة فيما أن الأرض ليست سوى كوكب يدور حول نجم هو الشمس وهي ليست سوى واحدة من بين مئة مليار نجم في مجرتنا وهذه المجرة بدورها ليست سوى واحدة من بين مئة مليار مجرة أخرى وفيما يقول القرآن بأن الماء هو الموجود الأول ويؤكد الحديث النبوي أنه أصل كل شيء يقول العلم بأن كل شيء قد بدأ من نقط متناهية في الصغر عظيمة الكثافة حصلا فيها انفجار عظيم مكونا الزمان والمكان وكل المادة والطاقة في التون أما خلق السماوات والأرض في ستة أيام فإن الانفجار العظيم قد حصل قبل خمسة عشر مليار عام ولم تتكون الأرض إلا قبل نحو خمسة مليارات عام وحتى لو افترضنا بأن اليوم المذكور في القرآن لا يعني في زمنه اليوم المعروف عندنا فإن آية في القرآن قد بينت أن اليوم عند الله في ألك سنة مما نعد وعلى ذلك فأقصى ما يوكي الوصول إليه هو أن الأرض وقفا للقرآن قد تكونت بعد ستة آلاف عام فقط من الانفجار العظيم وحتى لو تمادئنا في الافتراض وقلنا بأن اليوم المذكور في الخلق هو فترة زمنية مفتوحة غير محددة فإن القرآن قد بين أن خلق الأرض قد استغرق أربعة أيام من الأيام الستة أي أكثر فترة الخلق في حين أن الأرض لم يكن لها وجود في أكثر عور الكون أما الحديث النبوي الصحيح فقد كان صريحا حيث بيّن أن أيام الخلق الستة هي ذاتها أيام الأسبوع يقول محمد كما في صحيح المسلم ثاني أصحي كتاب بعد القرآن عند المسلمين خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثة وخلق النور يوم الأربعاء وفت فيها الدوابة يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل ثم يقول القرآن بأنه بعد خلق الأرض استوى إلى السماء وهي دخان تجعلها سبع سماوات والدخان قد ذكر في الأساطير البابلية وتحديدا الآلهة مامر الضباب المنتشر فوق المياه التي طلق منها كل شيء وإذا افترضنا بأن هذا الدخان هو ذاته الغاز الذي تكون بعد الانتجار العظيم وتكونت منه المجرات بعد ذلك ويقل للآية فإن هذه المرحلة قد استمرت إلى ما بعد تكون الأرض فيما يؤكد العلم بأن المرحلة الغازية قد انتدت لثلاثمائة ألف عام فقط بعد الانتجار الكبير ويقول القرآن أن معظم الكون قد تكون بعض الأرض أما العلم فيؤكد أن النجوم والمجرات لم تبدأ بالتشكل إلا بعد ثلاثمائة مليون عام من الانفجار أما الأرض فقد تشكلت بعد عشر مليارات عام وبعد أن تشكل معظم الكون المثير للتعجب أن بعض المسلمين اليوم كالدكتور زلول النجار يروج لإعجاز علمي في ذات الآية التي حكست تماما الأسطورة الرافدية وهي أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كان ثارت فانفتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ويزعمون بأنها تشير إلى الانفجار العظيم هذا نموذج ممتاز لحقيقة ما يسمى بالإعجاز العلمي وكيف أنه يقوم على التدهيس وتحميل الآيات ما لا تحتمله وإخراجها من سيافيها الخاص والعام وعزها عن القرائم النافلية والخارجية ولكن في رب النظر عن ذلك كله لو أمكن للآية أن تحتمل نظرية الانتجار العظيم فكان يجب أن تكون أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناه أي لعاد الضمير إلى الرتق ولكنها تقول ففتقناهما في الصيغة المتنى أي ففصلنا السماوات عن الأرض فالفتق عائد إلى السماوات والأرض التي كانتا في حالة رتق أي اتصاق وهذا مطالق تماما للأسطورة البابلية أن السماء والأرض كانتا ماءا ففصل مردوخ بينهما وجعل الماء العلوية سماءا وجعل الماء السفية أرضا كما أن الآية بما فيها منصغر التخنية تعني أن الأرض كانت موجودة مع السماوات منذ لحظة القصل فيما أن العلم يؤكد أن الأرض تشكلت بعد الانتجار العظيم بعشرة مليارات سنة على الأقل وبعد أن تكون القسم الأكبر من الكون كما أن كلمة الانتجار تعني انتشار المادة من نقطة محددة بشكل شعاعي إلى مساحة أوسعة أما الفتق والشق فيعني أن يكون لدينا جسم ما فنقوم بفتقه أي شقه إلى جزئين كفتق الثوب وهذا التشبيه يقالف معطياته النظرية الانتجار الكبير الذي أدى الانتشار الكون من نقطة متناهية في الصغر وأخيرا يبدو أن مدعي الإعجاز قد تناسوا أن القرآن تحدث في آية أخرى عن مرحلة سبقت فتق السماوات والأرض وهي الماء والذي منه خلق كل شيء كما يقول محمد وعليه فإن الرتق المذكور في الآية هو الماء الذي فصل إلى قسمين علوي وسفلي وصار القسم العلوي هو السماء والسفلي هو الأرض في ذوافق تام مع الأساطير الرافدية وتناقض تام مع حقائق العلم الحديث فيحدث